اشتركوا في القناة المغربي يخوض حصة تدريبية مفتوحة كلام كبير من جمال بالماضي تجاه المغرب بشرة صار لجمهور المغربي بخصوص تذاكر ودية المغرب والبرازيل ترضى صحفي من عمله بعد دفاعه عن أشرف حكيمي شكاية من مواطن بشأن تذاكر ودية المغرب والبرازيل تستنفر المصالح الأمنية بالطنجة استنفرت المصالح الأمنية بولاية أمن طنجة عناصرها مساء أمس من الأحد بعد توصلها بشكاية تفيد تعرض أحد المواطنين بمنطقة بني مكادة لعملية نصب تمثلت في شراء تذاكر مباراة المغرب والبرازيل من شخص بالسوق السوداء وحسب ذات المصادر فإن مصلحة الديمومة بالمنطقة الأمنية المذكورة باشرت تحقيقاتها للوصول إلى المتورط في بيع تذاكر مزورة للمواطنين مستغلا في ذلك إعلان الجامعة الملكية لكرة القدم نفاذها بعد مرور ساعات قليلة فقط على طرحها للبيع إلكترونيا وأضافت المصادر عينها أن المعني بالأمر يشترى خمس تذاكر بمبلغ 900 درهم للواحدة فيما تبلغ قيمة التذكير الأصلية 300 درهم للواحدة هذا وتساءل عدد من المواطنين عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي عن ظروف وأسباب استحواد أصحاب السوق السوداء على نسبة مهمة من التذاكر بعد طرحها على المنصة الإلكترونية الرسمية للجامعة وتعذر شراؤها من طرف فئات عريضة من الجماهير المغربية بحضور جميع نجومه المنتخب المغربي يخوض حصة تدريبية مفتوحة أفاد بلاغ عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن وليد الرقراغي قرر برمجة حصة تدريبية مفتوحة خلال المعسكر الإعدادي الذي سيخوضه المنتخب الوطني الأول استعدادا لمواجهة البرازيل والبيرويديان وجاء في البلاغ أن الحصة التدريبية ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة الأولى وذلك يوم الثلاثة 21 مارس 2023 بداية من الساعة السادسة مساء بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة للإشارة فإن النخبة الوطنية ستخوض مواجهة من العيار الثقيل يوم السبت المقبل لدى البرازيل على أرضية ملعب طنجة الكبير قبل أن ترحل صوب العاصمة الإسبانيا مدريد لمنازلة البيروي يوم الثلاثة 28 مارس الجاري كلام كبير من جمال بالماضي تجاه المغرب أبدى مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم جمال بالماضي إعجابه الكبير بما قدمه المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022 وبلغه نصف نهائي المسابقة في حديث غير مسبوق عربيا وإفريقيا وقال بالماضي في مؤتمر صحفي أرفع القبعة للاعبي المنتخب المغربي والطاقم الفني بقيادة وليد الرقراغي على أدائهم في المونديال وسبق بالماضي أن صوت على مدرب الأسود كأفضل مدرب في العالم لما حققه في كأس العالم قائلا لهذا السبب قمت بالتصويت للرقراغي وليسين بونو في حفل جوائز الفيفا واعتبر بالماضي أن المغارب قاموا بمنديال جيد جدا ويستحقون كل ما حدث معهم في كأس العالم بشرة سارة للجمهور المغربي بخصوص تذاكر ودية المغرب والبرازيل أعلنت الجامعة الملكية المغربية في بلاغ عبر موقعها الرسمي أن اللجنة المنظمة للمباراة الويدية بين المنتخب الوطني ونظيره البرازيلي ستضع رهن إشارة الجماهير الدفع الثاني من التذاكر وذلك يوم الاثنين بداية من الساعة الخامسة عصرا وفيما يلي بلاغ الجامعة تنهي اللجنة المنظمة للمباراة الويدية التي ستجمع يوم السبت 25 مارس 2023 بين المنتخب الوطني ونظيره البرازيلي أنها ستضع رهن إشارة الجماهير الدفع الثاني من التذاكر وذلك يوم الاثنين عشرون مارس 2023 بداية من الساعة الخامسة عصرا عبر المنصة الرسمية لباع التذاكر ويمكن سحب هذه التذاكر من الشبابيك التالية مدينة الدار البيضاء مركب بن جلون ملعب الوزيس مدينة الرباط المركب الرياضي ولي العهل أمير مليل حسن مدينة طانجة قاعد زياتين مركز الرياضات وسيتم فتح الشبابيك وفق التوقيت التالي الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا الفترة المسائية من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة السابعة مساء التوقيت في شهر رمضان الكريم من الساعة الحادية عشر صباحا إلى الخامسة بعد الزوال وحددت اللجنة المنظمة أسمن التذاكر على الشكل التالي الدرجة الثالثة 100 درهم الدرجة الثانية 300 درهم الدرجة الأولى 500 درهم ضرورة الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية عند الشبابيك ضرورة الإدلاء بوصل تأكيد البيع عند سحب التذاكر المقتنات عن طريق الأنترنت ترد صحفي من عمله بعد دفاعه عن حكيمي تعرض أسكار رنتيريا الصحفي الرياضي للترد من منصبه في محطة راديو كاراكول إحدى الإذاعات الكولومبيا بعدما دافع بقوة عن اللاعب المغربي أشرف حكيمي المتهم بمحاولة اغتصاب فتاة فرنسية ودافع أسكار بقوة عن حكيمي مشيرا إلى أنه لا يتحمل مسؤولية ما حصل وأن الفتاة هي أيضا تتحمل النصيب الأكبر وقال الصحفي الرياضي الكولومبي ذاته عن واقعة طرده وأسبابه قلت ببساطة بالنظر إلى كل ما هو معروف إذا قررت فتاة في أي مكان في العالم أن تزور لاعب كورة عليها أن تعرف ما هي المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها فبسبب كل ما يحدث في عالم الكورة نحن نعرف ما يمكن أن يحدث وهذا هو الشيء الوحيد الذي قلته ورفض أسكار الاعتدار عن تصريحاته وشدد على أنه على حق رغم أن الأمر كلفه منصبه أشكركم على المتابعة وإن أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس حتى يصلكم الجديد ترجمة نانسي قنقر